السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده لنا الخوت. لابس عليكم. كانت منها يا ربي دائما تكونوا في شمس حولها فيها. قبل ما نبدأ فيديو اليوم. بغيت نوضح واحد القضية حول الفيديو اللي كانت تحتك لي فات. كان الناس نتاقدوني. كان الناس ديزابونة ومن لاشان. وما فهموش الرسالة اللي بغيت نوصل. كتوضيح بسيط لها دوك الناس. أنا ما بعت شلمات. أنا ما زالك نقول بالليل مواقع السنية أفضل من شراء من الانترنت أو شراء من المغرب بصفة عامة. أو شراء من الدول العربية. كيف يبقى المواقع السنية هي هي الطب هي الأحسن المواقع الممكن أننا نشري فيها أو نلقاو فيها المنتجات اللي ما نلقاوهم مش في بلادنا. ولكن هذا الشي ما كيعنيش. أننا المغرب ما فيش شي حاجة. أنا جبت لكم واحد تجربة عشها. مشيت شريت شي حواج نقصيني. لقايش عدنا لكاليتي. لقايش عدنا واحد في شي حواج. كنقول في شي حواج. أنا ما عممش. ما قلت لك كل شي. بالعكس. أنا حددت لك. جبت لك أورايمو. جبت لك للاسوري. جبت لك. شي حواج لهم غيال. لهم حقيقيين. لكي أنا مشيش السوق. أتلقى بأتمينة مناسبة. هذه الرسالة اللي بغيت نوضحها لكم. أما ذلك الشي الأخر. دي اللي بيعشي الماتش. أنت دول المستوى. عزيزي الموشيات خصك شعرف واحد القضية. يمكن ما كشعرفني من زيان. أنا دائما كنحافظ على المبادئ ديالي. عندي مبدأ كنعيش به. أنا ما نكذب لشي شي واحد. أنا ما نصغل شي شي واحد. سأجيك فاص. هذا المنتج. أنا أريد أنه إشهارة. سأقولها لك. فين فين مناش غادي نخاف. ما عندي مناش تخاف. قناش ديالي. وأنا اللي كن جيري القناش. وبالتالي. أنا اللي مسؤول على الفيديوات اللي كنحط. ماشينجا او لا ماشينجيا. أنا هدراء ماشي كنقلل من اللي فان ديالي. بالعكس. أنا كنقول لك باللي أنا إلا بغيت ندير شي حاجة را ما كنديرهاش وانا مثلا بالسر او لا نديرها ما وراء الكواليس. أنا عندي منتج. عندي منتج. غا نقول لك أنا رايشين بي واحد منتج. أنا ما كنبيع ما كنشري. أنا فقط واحد الشخص. كنآمن بواحد الفيكرة. يعني بارتاجي مع الناس باش ما تتكولبش. الناس اللي كتفكر بغي تشري مثلا باي سي جيمير كين في المغرب. وي متافقين بزاف ديال الفيديوهات. ما غا تستفيد منهم في يوتيوب. منهم أنا شخصين. فاش بغيت نشري باي سي. ما عارش منهم نشري. بزاف ديال الفيديوهات موضرليلة. متافق معاك. ولكن هاتش ما كانش أنه المغرب ما فيش شي حاجة. غا خصك تقلب أو خصك ترجع. لشي شخص أولى وحد. ما شان أنا شخصين كنحاول ما أمكان. أنا بارتاجي معكم فيديوهات اللي نقدروا. نستفدوا منهم. ونقدروا ما نطيحوش في شي حاجة سميتها تقول بنا. ومرة أخرى أستسمح على هاد الإطالة. ويلا نبدأ في الفيديو. موضوع الحلقة حول موقع بانغود. موقع بانغود بحكم تجربة ديالي لدامة كتر من سبع سنوات. صراحة هذا الموقع تعملت معه بزاف. شريت منه بزاف. شريت منه سوايا. شريت منه لزاكسيسوار. شريت منه يعني موقع ما يقال عنه أنه موقع رائع. ولكن هديم هديك ولكن يلي كتلقى في شي حاجة ماشية هذه. سأرى ماشية في حالة الإكسبرس. طريقة باش يخدم بانغود. ماشية الطريقة اللي يخدم بها الإكسبرس. الإكسبرس كما كنا نعرف فيه ذنضغ في البائع. كتتعامل مع البائع مباشرة. عندك شي مشكيل عندك شي حاجة. زيد على ذلك بالنسبة موقع الإكسبرس. فيه مثل هذا البائع. ممكن تلقى هذا المونتج عند بائع أخر تلقاه نفس المونتج. ولكن مش نفس الجمان. بانغود لا. غير توضيح بانغود لها شركة. يعني هذه المونتجة التي تشاهدها لها كائنا لديها. يعني ما أنت تتخلص. هي تقوم بالنسبة لك. لم يكن لديهم أن يقوم بالنسبة لك. ولكن ماشي في حال موقع الإكسبرس. الإكسبرس فيه القضية لأنك تقلب على البائعين. وتسول أو لا تبحث. حتى تلقى تمال مناسب. بانغود لا. بانغود لا. تصفح للموقع. أعجبتك شيئا. كمانديها. الحاجة التي فيها زوينة. بحكم التجربة ديالي. أن الأمبالاج ديالهم زوين. كيف تصفح لك حتل الدار. ومعندك شيئا مشكلة. كذلك الريفون. درا فيها الريفون. فيها أنك تتواصل مع الموقع. مباشرة. يعني فاشح لك هذا الباب. ولكن الحمد لله صراحة. الحواجة التي تشتري من هذا الموقع. عمري. لما واجهت شيئا مشكلة. آخر منتج ريتم من بانغود. هو هذا. كيف تشاهدونه. هذه عبارة على ليد. ليد بيسي. كيف تبيل لك هذه الجهة. هذه الكلافية. مثلا. بغيش تشب الليل. ما بغيش تشعل مثلا. ضو. ديال البيت. تقدر هذا الليد هذا. وفيه تضم اللور. ربما تشاهدونه. لكن تضم اللور. فيه الألوان. فيه الحمر الخضر. فيه الارجي بي. يعني. صراحة منتج واعر. كيف تشاهدونه بشي ثلثمية. وهذا النقطة اللي ما زالت. نقول لك. هذه المنتجات. ممكن تشريم من الصين. أولا من الأحسن. نشريم من الصين. ونشريم من المغرب. لأن المغرب تبيع بالدوبل. بالتريبل. أولا بكتر من تريبل. هذه. لكي تشوي بثلثمية درهم. أو ثلثمية وخمسين. سأجدها في المغرب. وحد ألف درهم. هذا هو المشكلة الكبيرة. ولكن كما قلت لك. تحتاج لك. ما هي المنتجات التي تستطيع تشريم من المغرب. تقارنها. تقارنها في أمازون. تقارنها في عليكس بريس. تقارنها في المغرب. ترى المعادلة. وترى ما أنا رابح أو خاسر. ترقيت الفرق من 30 درهم. 40 درهم. وما أنت أحمق. سنة شهر كامل. سأجدك من 30 درهم أو 40 درهم. هذا الشيء الذي أريد أن نوضح لك. أما القضية لأنك تشريم الانترنت. ورده رخص نشريم الانترنت. أنت لا أجد من إنشاركهم في بلادك. ننتقل في عقائنا. في الفيديو الذي serving. كنت أن أقعد لك ذلك. حتى أتسمع عنه لديك. وأنا لا أتشارك. إذا كنت أجد الموضوع. ولكن كائن الثمانات. كائن الثمانات. أستمع من إنشاركهم. طيب تشعر الكرم. وطيب تم إمتزعك على أمازل. نكمل هذه الموضوع. التعامل الأجيب للعضي. يعني نفعي منتجات المتجمع وعيب القاتل لا نشير مكتب عنها لديك منتجات الهاتف لديك منتجات المتجمع مثلا بمثال، بمثال، كلافي و بمثال أنها تحت تقليل ونظر عيب القاتل هذا المواقع هو الغلاء يزيدوا قليلاً في المقارنة بالعليا إكسبرس كما تجد المنتج بـ 10 دولار أو بـ 20 أو بـ 30 دولار فكروني في جميع كان هناك بعض الأشمالات التي صراحة نتعلع بزاف بالنسبة للموقع بانجود ولكن كخدمة كاسي غبيس ستجد موقع واعر كما قلت لك ستشتري من عنده مباشرة كما يحواج مثلاً لا يكون لديك في الستوك التقليد بإسم لك إعادة المساعد والإعادة لأنهم يستخدموا بفرارة في الشركة البانجود وكي يستخدموا لك للمغرية ولكن الجمعارك البقية أترى أن أعرف أي منتج ستجد من الصين لا ننظر على كما قلت لكم في الفيديو الذي كان تضعيته آخر إلى الجمعارك لذلك الجمعارك لا يوجد أي شيء من الجمعارك ستجد المهارك زيت، مقص، فقط مظهرك مميز، ضرب وشير المهم هاد المسألة هذه ما زالك نأكد وما زالك نشير لها باللي غير عوال على رأسك اي سؤال اي سفسار ما زالك نقول لكم هفتوا دابع عندي دخلوك كامل الانستغرام ومرحبا بكم الف مرحبا في قناة احمد جبرو اللي كانت تقدم لكم جميع صراحة التجارب اللي عشا شخصيا واللي كنحاول ما امكان اننا نوصل لكم الماكسيموم دي التجارب وبدون اللغات يا خشاب يعني كنوصلك المعلومة كيما هي يوم كنحاولش نزيد ونمتل ونزوق او لو كلك هادي مزيانة كنعطيك الحقيقة كنوضح لك الصورة وانت عزيز المشاهد احكم بنفسك اما الان ادرب لكم موعدا في فيديو قاعدين ان شاء الله دمتم في رعيش الله وحفظه وحبكم في الله دائما وابدا والسلام اشتركوا في القناة